يعد العمل البلدي أحد أهم مرتكزات مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وتحظى المجالس البلدية بدعم الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء باعتبارها شريكا أساسيا في صنع واتخاذ القرار للمجالس البلدية دور فاعل في مسيرة النهضة الشاملة لمملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم باعتبارها من أهم مرتكزات العمل الوطني وهي تحظى كذلك بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء كونها شريكا أساسيا في عملية البناء والتطوير وتلبية تطلعات المواطنين من خلال المساهمة في وضع اللوائح المنظمة وإقرار أولويات تنفيذ المشاريع والبرامج الخدمية العمل البلدي في مملكة البحرين أثبت ريادته لما يشكله من شراكة مهمة في صنع القرارات ورفع أولويات الخدمات التنموية من خلال توصيات المجالس البلدية وقراراتها ما أسهم في تسريع عملية إنجاز وتنفيذ المشاريع البلدية لا سيما التي تأتي بناء على اقتراح من المجالس البلدية بهدف توفير بيئة آمنة وصحية المواطنين والمقيمين على حد سواء وتعزيز واقع البنية التحتية في كافة المناطق لضمان استدامتها وما يترتب على ذلك من أبعاد إيجابية اقتصادية وتنموية وتطلع المجالس البلدية بدور الرئيس في تبني الاحتياجات الخدمية للمواطنين من خلال مقترحات وتوصيات بناءة وبتعاون ملحوظ مع الأجهزة التنفيذية وذلك على نحو يدعم الخطط التنموية المستدامة ونتيجة لتظافر الجهود بين مختلف الأطراف المعنية والحرص على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفق الخطط المقررة تحققت العديد من الإنجازات في مختلف نواحي العمل البلدي ترجمة نانسي قنقر